بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده شفنا مع بعض الحسابات بطريقة بسيطة وشفنا فكرة الجدول اللي عملناه. فانا هبتدي ان شاء الله بقية السلسلة هنكمل بنفس طريقة الجدول دي. عشان نكمل بقى بقية المواد المتقدمة. المواد النونوم تراية الاعلى شوية يعني من ايه مجرد الاكاسيد البسيطة والكوبة الفراية والعاجات البسيطة دي. في عاجات اعلى من كده شوية لازم ايه نبتدي نحسبها واحدة واحدة مع العليا. فاحنا هنرجع نرجع مرة تانية. المفروض ان احنا في الفيديو ده هنتكلم على اللي هو التطعيم او التشويب. هنشرحه يعني ايه ازاي يعمل مثلا حاجة بسيطة. هنرجع مع بعض كده سريع عن بطريقة الجدول. انا دلوقتي فرضا ان انا عايز احضر بطريقة من المراتي كمسائل يعني. مع مالح وخلاص. فاحنا المالح ده هندوبه في مياه واتكره هنحط عليه واتكره هتكون هيدروكسايد والهيدروكسايد ده هيتسخن يبقى اوكسايد. المهم ببساطة انا عندي الملح ده. عايز اطلع منه زينك اوكسايد. انا عايز اطلع تنين ونص جراب. فاستخدم ادقيه من الملح ده هو. واستخدم ادقيه النياويتش. بل عملية بسيطة خالص احنا هنعمل جدول زي كده. ادي اللي هو الملح بتاع الزينك. ده بتاعه. اول صف دائم الاتفانة هو بتاعها. المنتج اللي هو زينك اوكسايد بتاعها. خلاص بها انت عرفت ده ممكن اجابها من على جوجل على طول. ممكن اجابها من على قلبة. سهل مرفوض تقدر تحسابها حتى يعني دي حاجة سهلة. مرفوض حزبة كيميائية سهلة مش سهلة. اتفاقنا. العمود ده يعني قدام هنحتاجه كمان شوية. في الحسابات اللي بعد كده في نفس الفيديو ده فمش مشكلة يعني خليه فاضي دلوقتي. المهم من ده انا عايزك ايه? دايما هنا يبقى فيه المنتج النهائي اللي انت عايزه. النياويتش او وهنا الملح اللي احنا هم نستخدمه. اول صف دايما هو بعد كده لازم نوزن المعادلة الكيميائية. احنا اتفاقنا انا عندي زينك كولورايد اهو. عندي هتطلع لي زينك هيدروكسايد الاول. ومعاه طبعا ملح الاني اي سي ال. بقية الاملاح. الاني اي سي ال. وبعد كده ده لما يتسخن هيتحول لزينكوكسايد. هيتكسر الهيدروكسيد ده ويتحول لزينكوكسايد. احنا هنا زي ما اتفاقنا ومنركزش على طريق التحضير احنا في السلسلة دي كلها شغلين على الحسابات. ده اللي يهمنا اكتر يعني. انا كده عندي اتنين كولورايد داخلين. فلازم هيبقى فيه اتنين كولورايد خارجين. فالاني اي سي اللي ده لازم نحط جنبه هنا اتنين. بدان فيه اتنين سوديوم خارجين. يبقى لازم اتنين هنا هوت داخلين. يبقى هنا اتنين اويتش. والزين اويتش بيتو كده كده خلاص. فيه اتنين اويتش داخلين اتنين اويتش خارجين اüpيتو. فكده المعادلة توزنت. فهنا من خلال المعادلة دي احنا كل واحد مول من الملحدة احنا واحد مول اهو. محتاج اتنين مول على الاقل. فيوريتكا محتاج اتنين مول ا lun ا past. احوهوا. عشان يطلع archانيวاتم اين اهو. فهنا يطلع واحد مول. فده اللي كان يهماني في فوزن المعادلة. ان انا الواحد مول من الملحدة هيطلع لي واحد مول من المنتج لانا عايز لازن كوكسايد. ولاني هواتش هنا ايه? هتبقى بيتنيه. خلاص? طيب. بعد كده بقى من المولز نحول لماس. نحول لأوزان. دي مفروض حزبة سهلة. انا كنت وردت لك في فيديوهات اللي فاتت الموقع اللي نشتغل عليه. ونجد حتى الموقع. دي معادلة رياضية بسيطة خالص زي ما تشاف المثلث اللي قدامك كده. المولز هنا المولز هنا 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 هوات. لو انت تمشي كده تعمل عملية ضرب. لو انت نازل من فوق لتحت تعمل عملية اسمه. انا الوقت عايز المس. المس ده يجي ازاي? يجي من انا يعني او المويكلة له ماز ده اضربه في عدد المولات. يبقى اضرب الرقم ده في الرقم ده يطلع لي الميس. ما حاجة سهل خلاص انا معي يا مويكلة لهوت اهوت وحداته جرام لكل مول معي عدد وحداته مولات. فانا لمدرب الرقام دول فبعد يطلع لي الماس بالجرام. فانا اضربdzie الرقم دي في بعضها تطلع لي المنظر. المنظر ده معناه ايه? معناه ان انا كل مية ستة تولاتين وشوية جرام من الملح ده يقدروا محتاجين على اقل تمانين جرام انيا ويتش يرصبوهم علشان يطلع لي واحد وتمانين جرام زينكوكسايد وشوية. طب هلأ انا محتاج لواحد تمانين جرام زينكوكسايد دول كلهم ايجابة لأ? انا محتاجة دي? محتاج اتنين ونص جرام بس. يبقى عمل طرفين في وسطين. نقص طرفين في وسطين. اقول كده اتنين ونص في الرقم ده على الرقم ده. يطلع لي هنا اربعة وينت واحد تمانية. اتنين ونص في الرقم ده على الرقم ده. يطلع لي هنا اتنين بوينت اربعة اربعة خمسة. يبقى دي معناها ايه? معناها ان انا عشان اطلع اتنين ونص جرام دول محتاج اربعة وينت واحد تمانية جرام زين كوكسايد. يتداوبوا في مية الاول. وبعد كده اجهز على الاقل اتنين بوينت اربعة خمسة جرام انيا ويتش دهوبهم في مية. طبعا احنا انتفقنا لان من زود عشرة او عشرين في المية زيادة عشان نضمن وعشان نضمن ان احنا نوصل لبية اتش معينة. فاتنين بوين تربعة خمسة دي انت توصلها بس الاتنين بوين ستة اتنين بوين سابعة ممكن ازياد من كده حاجة بسيطة. دي كده الفكرة ببساطية. كده احنا حضرنا من الزنج بطريقة الجدول. يعني الحسابات عملناها بالجدول اللي قدامنا ده. طيب. احنا كل ده يعني ليس ان دخلاش موضوع الفيديو بقى. عزينا نخش في موضوع الفيديو. موضوع الفيديو بتكلم عن ايه? على الدوبينج. يعني ايه دوبينج? ده منظر لو انت قدرت تبقى. يعني كأن عينك شايفة كل زينك هي لوحدها وكل اكسيد لوحدها. يعني مش هو اسمو زينك اكسيد اكسيد زينك? ادي الزينك باللون لاسبر اللي قدام منك ده. دي البناء البلوري. ازاي الزرة دي مسكة في الزرة دي مسكة في الزرة دي. الزوايا اللي ما بين الحاجات دي وبعدها ومكان الزرة دي ومكان الزرة دي علم كامل. علم كريستالوجرافية. علم الدراسة البلورات. وهو صلب علم العلوم المواد اللي انت بتحاول تدريسها. بس انت في الاغرق بالعمل بتسمع الفيديو ده ما بقاش متخصص. ببيبقى يهمه من الزينك اكسيد ان هو يبقى نانو عشان يستخدمه في تطبيق معين وخلاص. خلاص? طيب. من ضمن الفنيات اللي العلماء بيعملوها بيعملوا ايه? شايف ده مسلا نفس المنزر بس متخد من زاوية تانية. اه ده الزينك اهو زينك 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 وادي الاكسوجين اهو زينك 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 وادي الاكسوجين اهو مسكين في بعض. خلاص? بيجوا يعملوا ايه? بدل ما كله يبقى زينك كده يحط زرة غريبة مكان الزينك. ينقص شوية زينك وهو بيحضر المادة شوية زينك زغارين خالص. ويحط مكانها حاجة غريبة مثلا نحاس او حديد كده. فيبقى اسمه زينك مطعم بالنحاس او مشوب بالنحاس. يعني كي شوية شوائب زغيرة من النحاس. كلمة شوائب هنا مش حاجة وحشة. انت متعاوض ان كلمة شوائب معناها من حاجة ضرة او حاجة مش كويسة لأ. هم قصدين الشوائب دي. هم هم متعمدين يشوبوه او يطعموه بكمية النحاس دي او كمية الحديد دي. لان ده بيغير الخصاص بتاعته. بدل ما يبقى كل المسكين في بعض زينك نوت لأ واحدة غريبة عنهم كده شوية بسيطة خالص. وغريبة عنهم من الحديد او من النحاس او من النحاس تانية بتفرق معاهم زي ما انت فعلنا. تعمل شغل كويس يعني بتغير بقى الخصاص تغير بقى حاجات كتير. فاللي بيحاول يحضر حاجة ضوب ده حاجة مطعمة بيحتاج بفاهم القصد. مسلا ده برضو مسلا النفس المشهد عشان تبقى وتخيلوا تاني ده زينك اوكسايد البيور. زينك اوكسايد صوفي. ده زينك اوكسايد واحدة من الزرات متغيرة هي زي ما انت شايف كده. اتشالت وتحط مكانها زرات غريبة زي الحديد. دي هنا بقى كل اتنين اتشالت وتحط مكانهم حديد. يعني طبعا المنظر ده انت عندك مليارات الزرات بقى. هنا كلهم زينك مع اكسوجين. هنا كل واحدة زينك في واحدة زينك اتشالت وتحط مكانها حديد. وعين كل فترة كده واحدة شالت وحط ما كانهم حديد. في العيانة دي لما حضرها حط الحديد اكتر شوية. كل اتنين زن كانت شالت حط ما كانهم حديد. حبة كده اتنين زن كانت شارت حط ما كانهم حديد. حبة كده اتنين زن كانت شرط حط ما كانهم حديد. العلماء بيعبروا عن المنظر ده كيميائيا بالرمز اللي قدامك ده. يقول لك vez אל واحد نقص اكس او. الاكس ده هو كمية التشويب اللي عملوها او كمية اللي عملوها. ومنطقة البساطة اتخيل ان الاكس بصفر مفيش اكس خالص اكس بصفر يبقى الحديد ده مش موجود خالص ويبقى ده اسمه زند ان واحد او اللي هو زند ان او زند كوكسايد اللي هي العينة دي دي كده زند كوكسايد صافي طيب لو الاكس ده بواحد من عشرة يبقى هنا في واحد من عشرة يعني في واحد من عشرة حديد زد ان تسعة من عشرة الزد ان كان واحد بقى تسعة من عشرة نقص شوية بقى تسعة من عشرة وبعد كده او. فبدل ما كان زد ان او بقى زد ان تسعة من عشرة او. طب وبقيت الواحد من عشرة راح فين راح مع الحديد. الحديد دخل مكان الزنك. او بقى شلنا الزنك واحطين مكانه الحديد. دي الفكرة بمنطل بسطة. طبعا لو انت يعني بتشتغل الشغل ده هتبقى ايه اكيد قليت عنه اكتر من كده. انا هنا زي ما اتفقنا معك ايه? يهمني الحسابات. يهمني اعرف انا ازاي حضر المركب ده او المادة دي. طبعا هو ده زنكوكسايد في الاخر. زنكوكسايد. بس مشوب بالحديد. ازاي احضره? بوساطة بطريقة الجدول زي ما بنعمل. اه حزبة بسيطة خالص ادي الجدول هو قدام مننا. انا هنا عندي المنتج بتاعي اللي هو اف اي واحد من عشرة زدي ان تسعة من عشرة او. خلاص? عندي ان هي اويتش هاي اللي بترسب. عندي ملح الزنك الاساسي هوت وعندي ملح الحديد او. عشان كده احنا كنا سيبين عمود في اول الجدول لو تفتكر. ده ملح الحديد. برضو اول صف دايما عام دينا امويكلار ويتس. بروح اجيب امويكلار ويتس من على علبة وحط امويكلار ويتس انه هو. بعد كده عدد المولات. هحط عدد المولات ازاي? انا كده كده فاكر انت الزنكوكسايد ده احنا نسا حد. سارحينه من شوية في نفس الفيديو ده هوت. شانا قلت لك ان المعادلة دي. كنا بنحضر احنا معادلة دي. كنا بنحضر زنكوكسايد صافي. من غير حديد. هي نفس المعادلة. احنا كأننا الزنكوكسايد ده هننقص منه شوية ونحط جنبه شوية ايرن كولورايد اللي هو الفيروس كولورايد. نحط جنبه شوية آآ ملح الحديد شوية صغيرين. عشان لما الني اوتش دي تنزل ما تلاقيش الزنك بس تلاقي الزنك وجمي منه الحديد كمان. فترسب الاتنين جوة بعد مع بعض. بس الحديد ضعيف جدا جدا كمية قولها خالص. والزنك هو الغيلب هو المصايدة. خلاص? احنا قلنا في المعادلة دي ان الني اوتش اللي احنا محتاجينها اتنين. يعني كنا محتاجين كل واحد من الزنكوكسايد هيحتاج اتنين ان واتش. هي نفس الحزبة بالزبط. من غير ما توقع تماغا كتير. برضو الني اوتش هتبدو الاتنين زي ما هي. لان انت كده كده لما تيجي تحسب حزبة زي كده للواحد من عشرة. او اي اي خيمة اكس بها الاكس مثلا ممكن تبقى خمسة من مية واحد من عشرة واحد خمسة. ارقام ضعيفة زي كده. اتنين من عشرة بالكتير. كده. لما تيجي تحسب كده كده وانت بتحضر عينات حتممكن تحضر اكس بنسب مختلفة. يعني مسلا المشرف يقول لك ايه حضر لي اكس بصفر اللي هو زينكوكسادي الطبيعي. وحضر لي اكس بخمسة من مية. وواحد من عشرة. وونساشر من مية. واتنين من عشرة كده. فبيبقى عندك كزا عينا نسب الاكس بها بتختلف. فانت كل عينا منه هتحسب حسبة زي عينات. فكده كده كده هتحسب الاكس بصفر كده جادة اساسيا. فانت احنا دلوقتي ايه? حسبنا الاكس بصفر خلاص في اول الفيديو. دلوقتي احنا بنحسب الاكس بواحد من عشر. زي ما اتفقنا. هيطلع لي واحد في المنتج. هحتاج اتنين ايو اتش. هنا زينكوكولورايد. عشان انا محتاج يطلع تسعة من عشرة زينك. فانا هدخل تسعة من عشرة زينكوكولورايد. انا محتاج الحديد يطلع واحد. فهدخل واحد مول من الحديد. لو تفتكر في الجدول ده كانت زينكوكولورايد واحد صحيح. عشان احنا كنا عايزين نطلع زينكوكسايد صحيح. مفوش حديد خالص. فالرقم ده كان واحد. لما احنا نقصنا شوية منه خلنا تسعة من عشرة. والواحد من عشرة الفرق ده تخلنا من مكانه الحديد. فخلنا كده هو. ده كده عدد المرات. اتفقنا? طيب. نحاولها برضو الاوزان بنفس المنظر. نضرب الرقم ده في الرقم ده نطلع الماس. الرقم دي معناها ايه? معناها ان انا محتاج اتناشر بوينت ستة سبعة جرام من ملح الحديد ده هوت. مع مية تين وعشرين وشوية جرام من الزينكوكولورايد دول. ههرصبهم بتمانين جرام اني يا ويتش عشان يطلع لي واحد وتمانين بوينت مش عارف كم جرام من المنتج ده. خلاص? انا بقى اش محتاج بولي الكلمات دي. انا محتاج اتنين ونص جرام بس. اعمل برضو رفين فوستي. اتنين ونص في الرقم ده على الرقم ده. يطلع لي رقم ده. اتنين ونص في الرقم ده على الرقم ده يطلع ليorf محتاج هنا اروح اوزن على الميزان بوينت تلاتة تمانية أتنين جرام من الحديد. وتلاتة بوينت سبعة ستة سبعة تمانية جرام. من الزينكوكولورايد. واجهزهم ولواوبهم والاتنين واجهزهم على جانب. وبعد كده محتاج بالان يا ويتش بمعي اتمان تربعة خمسة على الاقل. ازود كمان عن كده شوية. عشان هتلقتين ونصف جرام طيب. انا ليه هنا حطت اللون ده بالأحمر وليه كاتب الاربع ارقام علامة عشرية. لان في شغل الدوبينج لازم تراعي الميزان بالميلي. ليه? انا هنا هو لو نقصت هنا شوية. مش هتفرق كتير. الان ويتش كده كده احنا بنزبط بيتش. والمنتج بدل ما هتلاق لي اتنين ونصف جرام هتلاق لي اتنين بوينت اربعة. مش قضية قوي يعني انت نقصت من ده حين هينقص من ده اقصاده. لكن انت هنا لازم الرقمين دول توزنهم بأدق وزنة على الميزان. بغاية رابع رقم عشري. علشان انت يفرق معك كمية الحديد بالنسبة للزينك. لو انت وزنت الحديد وعند غلطة في وزنة الحديد. مش هتلع لك الاكس بواحد من عشرة زي هنا. هيطلع النسب مختلفة ما بين الحديد والزينك. وانت اصلا متحضر عينات فيها نسب مختلفة. انت اصلا عايز عينة تبقى صفر. وعينة خمسة من مية. وعينة واحد من عشرة وعينة واحد خمسة وهكذا. ففيش لعبة في الارقام دي خادس. لازم تكون دقيق لرابع رقم عشرة. تقدر توزن الوزنة دي صحة على الميزان. توزن الوزنة دي صحة على الميزان وتتأكد ان كل البودر انت وزنتها تحطها في مياه والدوها كويس. اتفقنا? دي كده الفكرة ببساطة. بنفس طريقة الجدول دي تقدر تحضر انت بقى اكس بخمسة من مية. تقدر تحضر اكس واحد خمسة وهكذا. اتمنى تكون فكرة واضحة. نكمل بقى ان شاء الله كلامنا الفيديو اللي جاي على لما يكون احنا حضرنا قبل كده كوبا التفرأت. لما اعمل بقى في الكوبا التفرأت. اناقص شوية من الكوبات وشوية من الحديد. آآ نتكلم عنها بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي. شكرا.